لم تمر سنة على تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة في بغداد حتى فتحت طريقة إدارته للدولة ملفات خلافية باتجاهات متعددة لم تكن في حسبان شركائه الذين أرادوه توافقيا يسهل قياده فكان كما أرادوه لكن أكثر مما توقعوا فخلط عليهم الحسابات الاتهامات التي تنهال على عبد المهدي من كل صوب لم تقتصر على ملف فمن عدم الإفاء ببرنامجه الحكومي الذي وعد به إلى اتهامات الفساد التي تلاحق وزراءه مرورا بخضوعه للإملاءات الخارجية وليس انتهاءا بالاتهامات التي باتت تتصاعد في الآونة الأخيرة برضوخه لرغبات حلفائه القدامى والحديث هنا عن القادة الأكراد الذين بدأوا يجنون ثمار صداقتهم القديمة مع عبد المهدي بصورة فاقت توقعاتهم كما يقول نواب وسياسيون واستثمارا لما تراه تعاونا غير مسبوق من جانب حكومة عبد المهدي شكلت حكومة كردستان العراق لجانا للتفاوض مع بغداد بشأن ثلاث نقاط خلافية هي النفط والغاز والموازنة وما يعرف بالمناطق المتنازع عليها وذلك بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية المسيسة كما يصفها البعض والقاضي ببقاء سريان المادة 140 المتعلقة بهذه المناطق قرار أيدته الأحزاب الكردية بشدة ومثل صدمة لآخرين خصوصا العرب والتركمان في محافظة التأميم التي تشكل جوهر الصراع حول هذه المادة الجبهة العربية اتهمت عبد المهدي بتسليم المحافظة إلى كردستان دون مقابل في حين أعربت الجبهة التركمانية عن استغرابها من إعادة الحياة للمادة المنتهية الصلاحية بحسب الدستور منذ عام 2007 وأكدت أن القرار يمثل تفريطا بوحدة العراق سهم النقد لعبد المهدي جاءته من أقرب حلفائه الذين اضطروا يوما للدفع به إلى الواجهة تحت وطأة الصراعات المحاصصية كونه يفتقر إلى ركن شديد أمر ربما فهمه عبد المهدي ليجد ظالته في الجانب الكردي يرى مراقبون نواب من كتل مختلفة تهم عبد المهدي بغض الطرف عن عمليات تصدير النفط في كردستان العراق بعيدا عن سلطة بغداد ومحاولات إعادة القوات الكردية لمدينة كاركوك ناهيك عن قرارات أخرى تتعلق بالمنافذ الحدودية ورواتب موظفي كردستان وغيرها مما وصفوها بالتنازلات التي ستشعل الشارع العراقي هذا الشارع الذي يراد إقحامه مرة أخرى في صراع المصالح الذي يعتاش عليه شركاء العملية السياسية فيكون لهم المغنم وعلى الشعب المبتلى بهم أن يدفع المغرم